وإلى محافظة القليوبية التي تعرضت لموجة من التقص غير المستقر والسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة أعلنت المحافظة حالة طوارئ حيث وجه محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على المدار الأربع والعشرين ساعة وذلك لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة وأيضا رصد أي حالة طارئة لسرعة التعامل معها